اشتركوا في القناة ده طبعا المستويات المتقدمة وحيانا المتوسطة هنتعرض لتعريف فعل مع بعض ونشوف كده اول تعريف معانا بيقول يعني ايه؟ معناه انه يقول بمكان عشان يشوف ايه هي المميزات او المعالم اللي بتنيز المكان ده ويشوف الاماكن اللي هي بتدعو للفضول انه هو عايز يشوفها على سبيل المثال يزور ايطاليا نستنتج من كده ان الفعل يستقدم مع المكان ده طبعا هنعرف بعد كده ان نستخدامه مع اشياء تانية لا يصح ابدا في اللغة الفرنسية خلاص يبقى كده اول معنى من معنى بحسب ديفنسيون ديكسيونير لغوس معناه يقول بمكان من اجل انه يشوف معالمه او يزور مواقع او يزور اثار وقلنا طبعا المثال اللي هو يزور ايطاليا ننقل بعد كده على التعريف التاني تعريف التاني على سبيل المثال يعني ايه؟ معناه ان هو بيشوف بانتباه شديد يتفحص يعني جميع اماكن مكان ما يعني مثلا راح يشوف شقة عشان يشتريها او راح يشوف محل من المحلات مثلا عشان يشتريه فعشان كده بيحاول يتفحصه من اجل اه شيء ما او غرض ما طيب هننقل بعد كده يبقى خلاص كده ده بمعنى اه يتفحص مكان من اجل غرض ما يبقى ده المعنى التاني معانا المعنى التالت معانا سوران دون زن ليو ادميسخاشون ان سيرفيس لي بولان اسبكتي ليو ايه؟ فيزيت سون ديو ساز طيب معنى ايه الكلام ده؟ معنى انه هو يراقب مكان واحد بيروح مكان او ادارة او خدمة مكان من الاماكن او مصلحة من المصالح حتى انه يشرف عليها او يترقبها يشوف العمل فيها بيمشي ازاي؟ يبقى المعنى التالت معانا من الفعل فيزيته هو يراقب مكان الاسقف يراقب ابراشيته ده المعنى التاني من فيزيته شوف المعنى التالت من معاني فيزيته هو دو كلك شور يعني ايه؟ يعني بيختبر هنا بمعنى يختبر شيء او محتوى شيء الناس اللي هم بتوع الجمارك بيتفحصوا الشنط طبعا عشان خاطر انهم يشوفوا ان كان فيها شيء ممنوع قانونيا او محرم دوليا زي المخدرات او ما شابه عشان يقدروا انهم يمنعوا الحاجة دي بل معنى ده معنى يختبر شيء بعناية خلاص ده المعنى التاني ننقل بعد كده على المعنى التالت المعنى التالت وهو معنى في الاستخدام العامي ودائما حزاري من استخدام اللغة العامية لانها بتستخدم في مواقف معينة في الشارع في المدرسة مثلا بين الطلاب وبعضهم في الاماكن العامة وما شابه المعنى ده بيبدي معنى تاني مختلف بمعنى يقتحم تخيل فعل فيزيته يبقى بمعنى يقتحم ده طبعا ده شيء غريب جدا بس ده طبعا في اللغة العامية واللغة العامية مالهاش مريز بنتخيه باري فراكشيون دانزان اپارتمان اين كاف الوكال بور لي كومبريولي يعني ايه؟ يعني معنى يقتحم عنوة مكان او شقة او قبو او محل من اجل ان يسرق يسرق طبعا يعني يعني يسرق حاجة بس الفعل كومبريولي ده بيستخدم مع الاماكن اقتحم مكان معين عشان يسرق طبعا ده طبعا في تقارب شديد بينه وبين الفعل يبقى المعنى اللي معانا دلوقتي بمعنى يقتحم مكان وللتنبيه انه هو استخدام في اللغة العامية ان البعض كده على معنى اخر وبرضو استخدام لغة عامية معناها انه هو يزور شخص يذهب ليراء وانا طبعا التنبيه هنا ان ده استخدام خاطئ استخدام خاطئ جدا ان انت تستخدم فعل فيزيتي طبعا ده هنقوله بعد كده وهو ده اصلا عنوان حلقة بتاعتنا ان احنا ننبه على عدم استخدام فعل فيزيتي مع الاشخاص في اللغة العامية احيانا بتتقبلو بس ده اشي في اللغة الفرنسية غير مقبولة على الاطلاق طبعا انا بكلم عن اللغة الكلاسيكية او اللغة الاستندار اللغة اللي هي الاكاديمية رجلت ومقبيه الى الوائر وانه تغيب الممارسة يا مقبولة على شخص لا يزور شخص وكلم من انه لا يحبز ابدا في اللغة الفرنسية ننقل على معنى آخر من معنى الثمية هو سيرونده ومقبيه ده او شي خاص على سبيل المثال المعنى ان هو يذهب لشخص طبعا تتعلق بالاشخاص على سبيل الاحسان وعلى سبيل العطف التعاطف يعني بيتعاطف مع شخص اخر من اجل قضية ما حتى ان هو يسنده من اجل المسندة والمثال طبعا واضح ان هو بيزور المساجين عشان يدعمهم دعم نفسي او دعم معنوي يبقى ده معناه يزور شخصا او مقبولة في حالة ان كان الزيارة دي لها هدف اللوه هدف الاحسان او التعاطف او التضامن نيجي بعد كده لمعنى طبعا جميل جدا وبيستخدم في اللغة الادبية لتغير هنا معنى تجلى له او اتى في خاطره او شيء يعني سيطر على عقله تجلى له ده معنى ادبي هو يقول او يدعي بان الله قد تجلى له طبعا لو حرفيا هنقول بان الله ظهر له او ظهره طبعا ده معنى غير مقبول لغة ادبية وتقبل المعنى ده طبعا من المفضل جدا نحن نكتب باللغة الادبية خصوصا لو احنا وصلنا مستويات ندرك يعني ايه استعمال اللوز الادبي او المعنى الادبي للكلمة نيجي بعد كده الوصول بالموضوع هو التحذير من استخدام فعل فيزيتين مع البيخسون يعني من الخطأ الشيء في اللغة الفرنسية طبعا احنا قلنا قبل كده ان اللغة العمية قد تقبله وده موجود في اللغة العمية عادي بس في اللغة الكلاسيكية او اللغة الاكاديمية سي باكوراك الاثنين غلط ازوروا عماتي تزوروا والديها طيب لان ده شخص ونبدأ كده ان كلمة فيزيتين او الفعل فيزيتين بيستخدم مع الاماكن نشوف بعد كده معاني مقربة او المعنى الصحيح لو انا عايز استخدم فعل فيزيت طبعا مش هتبقى فيزيتها يبقى الاسم بتاعها فهتبقى غندر فيزيتا كلها يعني يزور شخص يبقى اقدر استخدم الاسم ما اقدرش استخدم الفعل مع الاشخاص طيب هنا مفيش اداة طبعا دي تركيبة فعلية معروفة او غندر فيزيتا كلها معناه يزوروا جو غن فيزيتا ماتون تانا ازور عماتي الغن فيزيتا سي باون هي تزور والديها كده المعنى صحيح مفيش اي مشاكل فينا نستخدم غندر فيزيتا كلها نيجي بعد كده لي معاني مقربة لو انا عايز اقول ازور عماتي او تزور والديها هنقول ايبار هنقول سوراند شه كلها جموران شه ما تانت انا ازور عماتي خلاص سوراند شه كلها يعني معنى يزور او يذهب الى شخص معين لرؤيته ال سوراند شه سي باران يعني هي تزور والديها خلاص نفس المعنى طبعا دا مقارب للفعل اي رندر فيزيتا كلها معنى تاني مقارب يزور اي باراند شه ما تانت ازور عماتي معنى صحيح و جميل اي باراند شه ما تزور والديها والمعنى صحيح يبا عندنا معنى مقاربين المعنى الاول سوراند شه كلها والمعنى التاني اي باراند شه ما تاني وبهنا تكون انتهت حلالتنا الصغيرة ونلتقي معكم ان شاء الله في الحلالة الثالثة من الأخطاء الشهعة وهي ديع انو با ديع شوفكم على خير ان شاء الله اشترك عليها تابعني على القناة اشترك عليها فعل زر الجرس ونلتقي قريبا ان شاء الله اشتركوا في القناة